في عام 2015 وفي خضم الحرب السورية أغفل معبر نصيب الرابط بين سوريا والأردن والذي كان يمر عبره نحو سبعة ألاف شاحنة يومياً قبيل بدء الأزمة بينها 250 إلى 300 شاحنة لبنانية لكن تبعات إقفاله لم تقتصر على سوريا فأصابت الاقتصاد اللبناني في الصميم نحن من وقت ما صارت الأزمة السورية نزلوا صدراتنا مليار ونصف دولار معبر نصيب هو بيوصل سوريا بالأردن وبالخليج لبنان كل الإبضاء اللبنان ينتجها كان زراعية أما صناعية بدأت تقطع من سوريا يا سوريا عراق يا سوريا أردن للخليج بما أنه معبر سوريا الأردن هو أكثر واحد هلأ معقول يفتح عم نعوّل عليه ليرجع نشط التجارة بين لبنان وكل البلاد العربية عاد المعبر اليوم إلى الواجهة مع إعلان وزير النقل السوري افتتاحه بعد استعادته وإجراء أعمال الصيانة والتأهيل له إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنية نفأ أن يكون الأردن قد أعلم بإعادة فتحه على الرغم من تأليف لجنة فنية مشتركة بين الدولتين وسط دعوات الوفود غير الرسمية الأردنية إلى فتح المعبر الدعوات التي بدأت بتصريح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأردنية واستمرت أسابيع توجد بمطالبة وفد اقتصادي أردني غير رسمي ضم نحو مئة رجل أعمال أنا توصلت مع الوزير الاقتصاد السوري اليوم لا أستفهم عن الموضوع قال لي أنه صاروا جهزين فنيا وتقنيا إنما بعد ما أعلنوا عن فتح هذا المعبر وزارة النقل السورية أعلنت في بيان أن افتتاح المعبر مؤجل إلى العاشر من تشرين الأول المقبل والوزير رائد خوري يعمل لضمان عبور الشاحنات اللبنانية منه على قاعدة أن إنعاش الاقتصاد أولى من المواقف السياسية التي ترفض التعاون مع الدولة السورية أنا شخصيا عم تابع الملف على الآخر مع السلطات السورية مع الوزير السوري باعتقد أنا إن شاء الله بالأسبوع الجاية بيبين معنا إدي الجانب السوري لحيتجاوب معنا العلاقات بين لبنان والسورية موجودة موجودة على عدة سعود السفير وعلاقات ديبلوميسية موجودة العلاقة الاقتصادية بين البلدان إذا مش هي مهمة أد علاقة ديبلوميسية هي أهم خاصة بوضعنا الاقتصاد اليوم الحاضر بقى ما بعتقد ولا جهة لبنانية حتى الجهة يلي هي منها إبلانة تحكي مع الدولة السورية هي ضمنيا موافقة لأنه هادي مصحة لبنان الاقتصادية العلياية لن يعود المعبر إلى ما كان عليه قبل عام 2015 إذا علنت وزارة النقل السورية فرض رسوم وضرائب مستحدثة تصل إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 2015 وذكرت أيضا أنها ستفرض غرامة قدرها 30 دولارا على كل طن من الحمولة الزائدة و300 دولار في حال بروز الحمولة على الإبعاد الشاحنة الأساسية إلا أن دور المعبر كشريان حيوي سيحتم على كل المعنيين القبول بهذه القرارات بعدما ذاقوا مرارة إقفاله حسان الرفاعي قناة الجديد